الولايات المتحدة تعمل بجد مع حلفائها لتحضير بدائل للاتفاق النووي الإيراني إذا فشلت مفاوضات فيينا الرامية إلى إنقاذه تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين حذر فيها من أن إيران لم تنخرط بعد في مفاوضات حقيقية على الرغم من قرب نفاذ الوقت الوزير الأمريكي أكد في تصريحاته على أن بلاده تعطي الأولوية للدبلوماسية في التعامل مع إيران إلا أن ذلك لا يمنع واشنطن من دراسة جميع الخيارات الأخرى مع شركائها للتعامل مع الملف النووي الإيراني تصريحات جاءت بعد تقارير عن خطط أمريكية إسرائيلية لإجراء تدريبات عسكرية استعدادا لسيناريو تدمير المنشآت النووية الإيرانية إذا أخفقت المساعي الدبلوماسية في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون إسرائيليون من أن إيران تقترب من تخصيب كمية اليورانيوم اللازمة لصنع قنبلة نووية وأنه سيكون من الأسهل العمل ضد طهران قبل أن تتجاوز ذلك الحد في المقابل توعد مسؤولون عسكريون إيرانيون من وصفوهم بالمعتدين إذا تعرضت إيران لهجوم على منشآتها النووية مشددين على أن هؤلاء المعتدين سيدفعون ثمناً غالياً إذا أقدموا على ضرب منشآت إيران النووية وأن الصواريخ الباليستية الإيرانية سيكون لها القول الفصل إذا وقعت المعركة وبحسب محللين فإن تمادي إيران غير المسبوق سواء في اقترابها من إمكانية تصنيع قنبلة نووية أو في عربدتها المتصاعدة في مياه الخليج العربي وممرات الملاحة الدولية ناهيك عن الأنشطة الإرهابية للميليشيات الموالية لها في أنحاء الشرق الأوسط كل ذلك قد يدفع الأمور إلى نقطة لا عودة لتصبح الحرب ضد طهران حلاً اضطرارياً لكبح جماحها والحفاظ على الأمن والسلم في الشرق الأوسط وفي العالم كذلك